60% من منتجات شركة غذائية فرنسية عريقة لا تتوافق مع معايير البصمة الغذائية بل قد تضر بالصحة هذا ما نشرته صحيفة فينانشل تايمز معتبرة للأمر فضيحة دولية تستوجب التحقيق الأمر الذي دفع حكومات عدة إلى إعادة تصنيف منتجات هذه الشركة خبراء التغذية في جامعة كورنيل الأمريكية قالوا إن إعادة تصنيف المنتجات الغذائية ستدفع الشركات والمصانع إلى إعادة النظر في عملية تصنيع منتجاتهم فهي على حد تعبيرهم وضعت في اعتبارها جمع الأموال على حساب مراعاة معايير الجودة الصحية ووفق خبراء تكمن المشكلة الحقيقية للأطعمة غير الصحية في ارتفاع كمية السكر والصوديوم الذين تستخدمان بكثافة عند تصنيع الأغذية في حين أشار علماء إلى أن المعايير السليمة لتصنيع الأغذية تختلف حاليا عندي قبل خصوصا مع ارتفاع نسبة البدانة والأمراض المزمنة على مستوى العالم وهو ما يستوجب تغيير أسلوب صناعة الغذاء التقليدي مع التأكيد على ضرورة لجم طمع شركات التغذية في الجن السريع للأموال على حساب صحة الإنسان معنا من دبي خبيرة التغذية رزان شويحات يا صباح كلب الخير أهلا وسهلا فيك معنا اليوم يا رزان يعني إحنا بنتكلم اليوم على تقرير نعمل على شركة من أكبر الشركات الغذائية شركة فرنسية ممكن شركة كلنا نعرفها وشركة كلنا نستخدم منتجاتها من وإحنا صغار المشكلة لكن الآن المعايير ممكن اختلفت إيش اللي يخلي العلماء يرجعوا للشركات ويبدأوا يدققوا يلاحظوا منتجاتها ويشوفوا إذا هي صحية أو غير صحية بعدها كل هذه السنوات يعني سنوات وإحنا بنستخدم منتجات من شركات تعتبر عالمية إلى الآن وإحنا نعرفها يعني خلاص نتوجهها ونشتريها على طول نعم صباح الخير يومها شكرا لك هلأ طبعا نحن دايما لما نقول بصمة غذائية أو معايير صحية نحن من الجألها لنقيم الأغذية الصناعية هاي بتعتمد على أدي فيها مواد صحية وبيعطوها هون ستارز أو نجم إضافية وإذا فيها أشياء غير صحية بعطوها أشياء سلبية أكتر وهون بيطلع البصمة الغذائية أو أدي هذا المنتج صحي أو لا وعلى أساسه بتم تقييم المنتجات الغذائية هلأ اللي بيصير أنه نحن بكل فترة فيه من ناحية تغدوية تغيير للمعايير اللي نحن منطلقها يعني مش تغيير إنما تحسين فمثلا منلاحظ أنه كل ما عم بتزيد استهلاكنا للأغذية اللي فيها سكريات أو سعرات حرارية عم بيزيد السمنة فعلشان هيك بتصير التوصيات العالمية مثلا للحصة الغذائية أو الكمية المسموحة أقل لكن بنفس الوقت الصناعات الغذائية بيكون في عندها ضغط دائما على أنه يكون في نكهة وبنفس الوقت تحاول تخفف من هاي الأشياء السلبية فهون بتصير المشاكل عادة لكن مع استمرار البحث ومع استمرار التدقيق من قبل الخبراء والرقابة الصحية هون بيرجع من راجع مرة تانية ومنشوف أنه فعلا لسه هاي المنتجات مش عم بتغير على حسب التغييرات أو التوصيات العالمية بس رزان ليش الآن؟ إيش اللي تغير؟ يعني معروف مثلا أنه السكر بهذه الكمية مضر للإنسان من خمسين سبعين مئة سنة ورا معروف أنه الصوديوم مثلا يؤثر سلبيا على صحة الإنسان صحيحنا بنتطور وبنتقدم وبنعرف أكثر لكن هذه أشياء يعني الإنسان في تكوينه هو هو ما تغير طيب ليش الآن بدأت يعني التدقيق والملاحظة على هذه الشركات وهل فعلا إحنا كلما وعينا زاد بتتغير المعايير معناها؟ هلا اللي عم بيصير أنه نحنا كلما عم نتناول كميات أكبر عم بتزيد نسبة السمنة ولأنه نسبة السمنة صارت كتير عالية وارتباطها بالأمراض صار كتير عالي وبنفس الوقت استهلاك المنتجات الغدائية الجاهزة عم بيصير برضو كتير أعلى فهون عم بيصير في عنا المشاكل عم بتصير أكبر وبتبدأ أكتر نبحث بأسباب هذه المشاكل وطبعا لما نحنا منلاقي أنه الربط بين الاستهلاك العالي وبنفس الوقت السمنة العالية فهون منصير نحاول نبحث أكتر بيسبب لتقليلها أكتر وبفعلا نحنا للأسف مع أنه الوعي عم بيزيد أكتر لكن بنفس الوقت عم بتزيد السمنة أكتر وعم بتزيد المشاكل الصحية وممكن يكون السبب أنه نحنا حياتنا السريعة وحياتنا اللي عم نمر فيها وكمان تواجد هاي المنتجات صار أسهل يعني هلأ صرنا أونلاين عم نطلب هاي المنتجات كلها وعم توصلنا ونحنا عادين بالبيت فصار سهولة تواجدها أكتر فعشان هيك عم بيصير النسبة أكتر والمشاكل الصحية أكتر كمان رزان التقرير اللي صدر من يعني من خلال التعامل ومراقبة هذه الشركات التقرير يقول غير مناسب للصحة إيش معنى غير مناسب للصحة يعني هل هو ضار هل هو بس لا يفضل الاكثار منه كيف نقدر يعني نفسر كلمة غير مناسب للصحة ممتاز هلأ غير مناسب للصحة بمعنى أنه ما في فعلا نحن دايما أي هلث كليمة وأي مقولة صحية منحطها على أي منتج بتكون بناء على أبحاث فعلا استمرت لسنين وأثبتت إما صحتها أو غير صحتها فعشان هيك نحن بعض المنتجات بيكون فيها نسبة من مثلا الدهون أو السكريات أو قليلة بالألياف يعني مش صحية لكنها بنفس الوقت ما بتأثر بطريقة مباشرة على الإصابة بالأمراض يعني هي ليست سامة ليس أنه إذا نحن تناولناها رح يصير عنا أمراض لكن نحن إذا استمرينا بتناول هاي الأشياء مع اللايف ستايل أو طريقة النمط الغدائي والنمط الحياة اللي نحن عم نمر فيها عم بتصير في إلها أسلوب غير صحي وعم بتصير تأثر على صحتنا أكتر وهنا نحن من ناحية توعية منقول أكتر للمستهلك أنه هو ينتبه لهذه المكونات وهذه المنتجات اللي موجودة بالأسواق مش كل إشي طيب ولا كل إشي عليه صحي معناته أنه هو صحي أكتر كمان طيب في مراقبون أيضا يقولوا أنه هذه الشركات ممكن تفلت من أي عقوبات لو فيها أصن عقوبات أو لها يعني خلينا نقول مراقبة أو عقوبة كلمة عقوبات مناسبة لمثل هذه الشركات بس الشركات تجي تقول والله إحنا حطينا ملصقات على العبوات اللي حابب يقرأ أهلا وسهلا إحنا ما لنا دخل صح هي مش موضوع تفلت من العقوبات إنما العقوبات بتكون مرتبطة بأعمال مباشرة قدت لها ضرر لكن إحنا لما منقول مثلا أنه أنت عندك حساسية من الأمح وتناولت منتج فيه أمح هلأ هون أنت لازم تقرأي كشخص عندك حساسية أنه هذا المنتج يحتوي على الأمح أو لا الشركة بتنوه وبتكتب أنه هذا المنتج يحتوي لكن وعي المستهلك هو اللي أهم علشان هيك هي ما عم بتتم معاقبتهم بشكل مباشر لأنهم ما عم بنوهوا وعم بوعوا المستهلك إنه هي فيها هاي الأشياء أو تخلوا من المغديات لكن بالطبع القرار برجع بالآخر للمستهلك الواعي وهذا بيجي دورنا نحنا على فكرة كأخصائيين تغذية أو عاملين في مجال الصحة إنه نحنا نوعي أكتر المستهلك للأشياء اللي عم يتناولها يقرأ أكتر وبين السطور يقرأ المنتجات الغذائية وبنفس الوقت عم بيكون في عنا ضغط برضو على الصناعات الغذائية لحتى هم يحسنوا من المنتجات اللي عم يعملوها وتكون مطابقة أكتر للمعايير الصحية وتفيد المستهلك أكتر حتى نقدر برضو نحنا إنه نحكي عنها أكتر ونسويها بطريقة مباشرة كمان طيب رزان يعني في حال اكتشفنا أو ملاشي احنا اكتشفنا العلماء اكتشفوا إنه في معايير لمنتجات لا تتناسب مع المعايير الموضوعة يعني مثل ما اكتشفنا الآن هذه الشركة من خلال هذا التقرير الشركة الشهيرة ومنتجاتها اللي احنا بنستخدمها ومتعودين عليها إنه هي غير صحية مثل ما ذكرنا نقدر نقاضي مثل هذه الشركات ايش وضعها هلا المقاضة لا رح تكون إذا كان في سبب مباشر للإصابة بالأمراض نتيجة تناولها مع عدم وجود التنويه لهاي المكونات لكن إذا أنا باختياري موجود ومكتوب عليها أنه هي مثلا غير صحية وأنا اخترت أني أتناولها فهاي رح تكون مشكلتي أنا أكتر من إنها مشكلة الشركة لكن بتم مقاضات الشركات أكتر إذا هي حطت إنه هذا المنتج صحي هذا المنتج فيه مكونات صحية وطلع إنه ما فيه مكونات صحية هنا بتم المقاضة أكتر ونحنا بنعرف إنه كمان فيه كتير تغييرات بتصير من ناحية هذه المعايير كنسبة خاصة مع زيادة الانتشار يعني مثلا نحنا كنا نقول إنه الحد الأعلى من الصوديوم هو 2400 ميلي جرام نتيجة الأبحاث هلأ صارت 2300 نفس الشي السكر بينما الألياف صرنا بحاجة لها أكتر فهنا نحنا بدنا نكون وعيين أكتر لاختياراتنا لحتى ما نوقع بهذا الفخ لأنه نحنا كمان كمستهلكين عم نضغط على الصناعات وعم نحاول برضو إنه ناخد المنتج الأطيب وهذا في بعض الأحيان بيكون صعب كتير على الصناعات الغدائية أنه تعطي المنتج الأفضل والأحسن وعشان يصير أطيب يا رزان عشان يصير أطيب لازم ينضف له مكونات من أما السكر والصوديوم وهي يمكن أكثر مكونين تثير حفيظة خبراء تغذية السكر والصوديوم لأنه لها أضرار بعيدة المدى ولأنه بتوضع في كل المنتجات مرات بكميات كبيرة طيب كيف ممكن يعني نبدأ نستخدم منتجات قليلة الصوديوم أو حتى الشركات كيف تقدر مثلا تقلل من هذه المشكلة الدائمة اللي عندهم هلأ فعليا نحن بدنا نحكي كمان أنه في كتير شركات ومن ضمنها حتى الشركة اللي تكلم عنها صار فيه تخفيف لكمية الملح اللي موجودة فيها وما ننسى أنه الملح والسكر بنفس الوقت يعتبر مادة حافظة فهم بعض الأحيان عم بتم إضافتها للتخفيف من المواد الصناعية لكن بنفس الوقت نحن منقول أنه كمستهلك أنا بدي أكون واعي أكتر أنه هالاستهلاك من هاي المنتجات اللي هي لا تعتبر بالشكل المناسب مية بالمية أني أنا أقلل من استخدامها وأكون أرجع أكتر للمنتجات الطبيعية الصحية اللي أنا بحضرها ببيتي وإذا استهلكت هاي المنتجات اللي ما عم تقدر الشركات أنها تقلل من نسبة الملح أو السكر فيها أنه يكون استهلاكي فيها باستثناء أو بكميات قليلة أكتر حتى ما يكون في تأثير إلها على الصحة فإحنا ما بتيجي يعني تأثير على الصحة من منتج واحد عم نتناوله مرة باليوم إنما النمط الغدائي كله تبعنا إذا إحنا ما عم من غيره وما عم بيكون أسلوب حياتنا صحي أكتر بكمية الأكل اللي إحنا عم نتناولها كمية السوديوم وكمية السكر وموارسة النشاط الرياضية وكل النصائح اللي إحنا دايماً بنحكي عنها هون بيكون أسلوب حياتنا خاطئ ولما منزيد فوقه كمان منتجات غير صحية فهون بيصير عم نشكلة فنبدأ أولاً بغيره في حياتنا والاختيارات الصحيحة لازم فعلاً نبدأ يعني إحنا الآن صرنا في زمن أوعى بكثير من الفترات السابقة كل شيء صار أونلاين كل شيء على يعني ما في معلومة مخفية الأمور كلها بأيدينا ومحافظتنا على صحتنا كمان بأيدينا شكراً جزيلاً لك خبيرة التغذية رزان شويحات كانت معنا من دبي يعطيك ألف عافية يا رزان